هذا البودكاست يأتيكم بدعم من مركز مبادرات ميسك الخيرية ميسك التشجيع على الإبداع اسمي لبنى الخميس أقدم بودكاست أبا جورا أشعلها معكم لأتناول قراءات وتجارب المختلفة في الحياة هذه الحلقة بعنوان العمر تطفئ شمعة عامك الجديد الناس من حولك يحتفلون وجوه سعيدة تحيط بك وتهان تهل على مسامعك في وقت متأخر تعود إلى سريرك كي تنام ولكنك تفكر فيما يعنيه أن عاما كاملا قد انقضى من حياتك تسأل نفسك هل تستحق خسارة سنة جديدة من حياتك كل هذه الطقوس أليس الأمر أدعى للقلق منه للاحتفال أم أنها نشوة انتصارك على الحياة لعام آخر واجهت تحدياته بشجاعة وقاومت تقلباته بحكمة عشر سنوات مرت علي كانت غزيرة بالأحداث كثيفة بالمشاعر مشبعة بالتجارب في مطلع العشرينات بدأت رحلة الغربة دخلت الجامعة وتخرجت منها بديت أول وظيفة وودعتها أطلقت مشروع الحلم أبا جورة خطبت عبر الملايين حول العالم ووصلت إلى أماكن لم أظن بأني سأصل إليها زرت مدن بعيدة وخذت مغامرات فريدة كسبت العديد من الأشخاص وفقدت الكثير منهم وجدت وجهتي مرة وظللت الطريقة وأعدت ضبط بوصلتي مرارا فلا الوجهة ثابتة ولا العالم ساكن ولا الحلم أكيد في العشرينات الشك رفيق رحلتك والقلق رديف نموك والقرارات المصيرية تطاردك من كل اتجاه فبحسب الكاتبة ميك جي ثمانين بالمئة من اللحظات المصيرية في حياة الشخص تحدث قبل سن الخمسة وثلاثين هذا يعني أن ثمانية من أصل عشرة قرارات وتجارب ولحظات فارقة ستقع بحلول منتصف عقد الثلاثينات كل هذه الأفكار والهواجس كانت حاضرة وانا أدل في الثلاثين من عمري الكل يسألني عن شعوري الذي رافق قص شريط العقد الجديد كيف تبدو أيامي وهل بدأت فعلا بالتخفف من قلق الضغط الاجتماعي وتبني شعور متنامين باللا مبالاة تجاه أحكام الآخرين الحقيقة هي أن هذا العقد طرق الباب سريعا لم يخبرني أحد كيف يمكن أن تتغير مشاعري وتتبدل أولوياتي في تلك اللحظة التي أطفئ بها الشموع العام الجديد هل يتوقع مني أن أستيقظ وأنا أشعر بأني شخص مختلف لكني ما زلت أحتفظ بمعظم ملابسي من العقد الماضي وما زلت أحب كل الأشياء التي اعتدت أن أحبها في العشرينات موسيقاي المفضلة كوب قهوتي زاوية قراءتي كلها لا زالت على حالها وتثير بداخلي البهجة حتى دق صوت منبه هاتفي في السادس والعشرين من سبتمبر معلنا عن عام جديد وأصبحت فجأة مطالبة بجرد حياتي وتحليلها والسعي لتحقيق أهداف تليق بثلاثينياتي الجديدة لكن لحظة ربما كل ما أتوق إليه في هذا العقد يتلخص فيما قاله المحاضر في جامعة ستانفرد آدم بوسولسكي حين تبلغ الثلاثين لن تستطيع أن تتظاهر لفترة أطول سيغدو من المستحيل أن تعمل في وظيفة تكرهها أو تقيم علاقة مع شخص لا تحبه أو تعامل جسدك باستخفاف بعد الثلاثين ستبدأ بالشعور بشكل أقوى ستكون متصلا بشكل أكبر مع قلبك وروحك وجسدك الذي سيبدأ برفض الأشياء التي لا يتواءم معها كالقهوة والسهر طوال الليل قلبك سيكترث بشكل أقل للعلاقات العابرة وسيكون أكثر توقن للانغماس بعمق مع شخص تحبه بالفعل في ثلاثينياتك ستتوقف عن مخادعة الآخرين وستتوقف أخيراً عن مخادعة نفسك رغم الشيوع الحديث عن العمر وسمات عقوده المختلفة تبادرت إلى ذهني هذه التساؤلات تخيل للحظة أنه ليس لديك شهادة ميلاد وأن عمرك ببساطة يعتمد على الطريقة التي تشعر بها بداخلك كم سيكون عمرك؟ كيف نحسب أعمارنا؟ بعدد سنوات تواجدنا على هذه الأرض حتى هذه اللحظة؟ أم بعدد اللحظات التي شعرنا فيها بأننا أحياء حقاً؟ وإن كان الأمر كذلك فمتى بدأت حياتك الفعلية؟ كم سنة تعتقد بأنك عشت؟ هل شعرت مرة بأنك ولدت من جديد؟ في الواقع أن تعريفات العمر متعددة ومحيرة والآراء حول تقدم الإنسان بالعمر محفوفة بنفس الغموض والتجريد الذي يحيط بعلاقتنا بالزمن فالزمن فكرة نسبية ومجردة خلقناها لنساهل حياتنا وننظمها دون أن نستطيع القبض عليها بأيدينا أو حبسها في زجاجة أو أسرها في قفص لكننا نرى آثار الزمن على ملامحنا وأجسادنا وطريقة تفكيرنا وفي محاولة لتحليل العمر باختلاف مراحله من الطفولة الغذة إلى جموح الشباب مروراً بأعتاب الرشد والتوازن وانتهاءاً بالسكينة والحكمة صنف الكاتب الأمريكي مارك مانسن الحياة الإنسانية في أربع مراحل أساسية المرحلة الأولى هي المحاكات نولد في هذه الحياة أطفال بلا حول ولا قوة لا نستطيع أن نقوم بأبسط المهمات بنفسنا مثل المشي والأكل والكلام لذلك جبلنا على التعلم بمشاهدة الآخرين ومحاكاة تصرفاتهم ثم نطور المهارات الاجتماعية بمراقبة أقراننا وفي نهاية مرحلة الطفولة نتعلم التأقلم مع ثقافتنا من خلال مراقبة الأعراف من حولنا ومحاولة التصرف بطريقة مقبولة اجتماعياً تستمر مرحلة المحاكات إلى أواخر فترة المراهقة وبداية البلوغ أما المرحلة الثانية فهي اكتشاف الذات نبدأ فيها بالتساؤل إيش اللي ميزني عن هالمجتمع؟ من أنا بعيد عما حفظت من قواعد وتلقيت من توجيهات وتشربت من نظريات وأفكار ما يدفعنا لخوض تجارب جديدة وزيارة مدن بعيدة ومقابلة أشخاص مختلفين هذه المرحلة مشوقة وحافلة بالتجربة والخطأ تستمر حتى نصطدم بحدودنا وندرك ببساطة محدودية طاقاتنا وأوقاتنا فمهما كنت عظيم وحاذق هناك أشياء ببساطة لن تبرع فيها تبدأ المرحلة الثانية من منتصف لأواخر المراهقة وتستمر حتى منتصف العشرينات لمنتصف الثلاثينات المرحلة الثالثة هي الالتزام حين عرفت حدود قدراتك وأدركت أن وقتك قصير وناظب مهما خيل لك عكس ذلك ستبدأ تدريجيا بالدخول في المرحلة الثالثة وهي مرحلة تأسيسية كبيرة في حياة الناس ستتخلى عن الأصدقاء الذين يستنزفونك ستقلص النشاطات التي تهدر وقتك ستعيد النظر في بعض أفكارك وأمياتك وفي المقابل ستضاعف جهدك فيما أنت جيد فيه وما هو أفضل لك في المرحلة الثالثة ستبدأ في التساؤل ماذا سأترك خلفي عندما أرحل بماذا سيتذكرني الناس سواء كان ذلك اكتشافا علميا أو عملا أدبيا أو عائلة رائعة المرحلة الثالثة هي أن تترك العالم مختلفا قليلا عما وجدته تستمر من حوالي الثلاثينات من العمر حتى يصل الشخص إلى سن التقاعد أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي الإرث يصل الناس إلى هذه المحطة بعد أن قضوا ما يقارب نصف قرن يستثمرون فيما كانوا يعتقدون أنه ذو قيمة ومعنى قدموا أشياء عظيمة عاملوا بجد أسسوا عائلة أو جمعية خيرية أو صنعوا ثورة ثقافية وعلمية وأخيرا وصلوا لسن هدأ معه إيقاع الحياة وصعدت نبرة التأمل وتجلت لذة الامتنان وظل السؤال الأكثر سطوعا كيف أجعل إرثي يعيش من بعدي؟ مفهومنا عن العمر يختلف مع اختلاف العصور وتعاقب السنين فأن تكون شابا في العشرين من عمرك قبل ثلاثمية سنة يختلف تماما عن مهامك وأدوارك وما هو متوقع منك في القرن الحادي والعشرين فمع تطور البشرية اتسعت فجوة الفروقات الفردية بعد ما كنا جميعا نعمل في الحقل دون أي امتيازات في المهارات والقدرات لنصد حاجتنا للطعام أصبح اليوم التنافس محموم في مجالات دقيقة وبالغة التعقيد تتطلب أكثر من جهد بدني وقوة جسمانية بل خبرة تراكمية قد تمتد لعشرات السنين اليوم قد تدل في الثلاثين وأنت ما زلت تتلمس طريق تخصصك وتتحسس معالمه بحذر لشدة وطيس المنافسة وتضاعف تدفق المعرفة فبعد أن كانت المغالبة والمفاخرة بين من يزرع القمح الأجود ويقطف القطن الأفضل باتت اليوم حول كتابة خوارزميات أو برمجة تطبيقات أو تأمين مركبة تنقلنا بتكلفة منخفضة إلى المريخ لكن لماذا يسألنا الآخرون عن أعمارنا؟ ما الذي تقوله الأعمار عننا سرا وجهرا؟ الناس تعشق القوالب الجاهزة ومعرفة عمرك تسمح لهم بتصنيفك وقولبتك في أذهانهم فنحن مبرمجون على تصنيف الناس وفقا لأعمارهم بناء على ما استقيناه من الصور النمطية في الأفلام وبرامج التلفزيون وأبطال الروايات فحين تكون عشرينياً يتوقع منك أن تتمتع بعنفوان الشباب الممزوج بقلق إثبات الذات وتكوين العلاقات أما في الثلاثينات فلابد أنك أم متعبة أو أب مستنزف يحلم بتملك منزل العمر ذلك الذي يبدو أقرب قليلاً في الأربعينات حيث تبدو الموارد في متناول يدك وتصبح أقدر على البدء بمشروع خاص يدر عليك ثروة لترتاح في خمسينياتك وتنفث السيجار في ستينياتك وتلاعب أحفادك في سبعينياتك وبالرغم من كل هذه الصور النمطية التي تصبغ البشرية كلها بلون واحد إلا أن فكرة العمر وتعريفه تتباين بشكل صارخ من ثقافة إلى أخرى وتتفاوت من بقعة جغرافية إلى الثانية فتميل الثقافات الشرقية إلى تقدير العمر وربط التقدم فيه بالحكمة والخبرة والوقار ففي بلدان مثل اليابان والهند ينظر للتقدم في العمر على أنه علامة فارقة على الخبرة والنضج ورحلة تستحق الاحتفال في اليابان تقام طقوس احتفالية لمن بلغوا ستين وسبعين من عمرهم وفي الهند ينحني الشباب لتقبيل أقدام الشيب وتلمس البركة منهم بينما تجنح الثقافات الغربية إلى تمجيد الشباب بصفتهم الدافعين لعجلة التطور والازدهار ففي أمريكا مثلاً يصور الحلم الأمريكي The American Dream بالشباب الطامحين للانطلاق بأعمالهم الواعدة وتغيير العالم بأفكارهم الخلاقة مقابل تنحية كبار السن وإقصائهم عن المشهد لدرجة دفعت وزير الخارجية البريطاني هانت إلى وصف الطريقة التي يتعامل بها الغرب مع كبار السن بالعار القومي الأمر لا يقف عند هذا الحد بل هناك تجارة قائمة على صناعة القلق من التقدم بالعمر وترويج فكرة الشباب الدائم ابتداء من شركات التجميل التي تبيع مستحضرات مقاومة التجاعيد وحبوب الشباب الدائم وتروجها عبر رسائل تسويقية تحاكي هذه النزعة تقودها وجوه شابة تستأثر بمعظم الحملات الدعائية ولشتى أنواع السلع في تصوير متكرر للمرأة العشرينية على أنها النموذج الأوحد للأنثة المرغوبة والرجل الثلاثيني على أنه الصورة الوحيدة للرجل الجذاب لكل منا قصته مع الشباب والشيخوخة فمثلما أننا لا نشب بصورة متشابهة فإننا لا نشيب على نحو واحد فوفقا لبحث أجرته شبكة بالتعاون مع المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة هناك أربعة مناطق تحديدا على وجه هذا الكوكب يشيخ فيها الإنسان بنشاط وقوة وسعادة ويفوق عمره أعمار من سواه في جل دول العالم بسنوات عديدة الأولى هي منطقة نورو في جزيرة سردينيا والثانية هي جزيرة أوكيناوا في اليابان أما الثالثة فهي لوماليندا في كاليفورنيا وأخيرا نيكويا في كوستاريكا يعيش سكانها إلى ما يتخطى المئة عام بكامل صحتهم وقواهم فيقودون الدراجات ويقطعون الخشب ويرتادون المقاهي بل ويمتلكون القوة لمصارعة من يصغرهم في العمر بعقود عديدة تلخصت هذه الأسرار في عدة نقاط تجمع سكان هذه المناطق رغم تباعدها جغرافيا مثل تبني مفهوم بلان ديفيدا في شبه جزيرة نيكويا والذي يعني إيجاد معنى وهدف من الحياة أو فلسفة إيكي غاي في اليابان التي ترمز للسبب الذي يجعلك تستيقظ كل صباح سواء كان ممارسة الرياضة والتأمل أو التواصل الاجتماعي أو الانخراط في مهمات تطوعية فهذا الإحساس العميق بالهدف قد يقلل من فرص معاناتهم من الزهايمر وغيرها من أمراض الشيخوخة المزمنة بالإضافة إلى تبني أسلوب حياة مليء بالنشاط والحركة في مختلف تقاسيم الحياة وتركيزهم على العلاقات الشخصية الوثيقة والتفاعلات الإنسانية وجهاً لوجه مهما تحدثنا عن العمر تظل الفكرة الأكثر خلوداً وسطوة هي أنه غير مأمون أو مضمون لا أحد يعرف إن كان سيستيقظ غداً فالحقيقة هي أن وقتنا محدود لنزور كل المدن ونقرأ جميع الكتب ونخوذ كافة التجارب ونحادث كل المتهشين كل ما نستطيع فعله هو الاقتراب من أعمار قد لا نعيشها وتجارب قد لا نخوضها من خلال فتح نوافذ صغيرة على أزمان سابقة وعقود لاحقة عبر إتقان فضيلة الإنصات وتعظيم مكانة الفضول وإدراك قيمة الشك أخيراً ستسأل آلاف المرات حين تحضر مناسبات عديدة وتحط في مدن بعيدة حين تزور طبيباً أو تقابل غريباً كم عمرك؟ لكن لا أحد سيسألك كم عشت فعلاً؟ بكم مررت أنت بالأيام؟ لا كم مر عليك منها؟ كم تجربة سقلتك؟ وكم فكرة حررتك؟ وكم صديق حقيقي صنعت؟ سيتمنون لك حياة طويلة مديدة تتعاقب فيها السنوات والعقود وتقف فيها الأيام متحدية سطوة التغيرات البيلوجية لحياة عريضة عميقة لا تكترث بحركة عقارب الساعة بل تجدف معها ستتذوق اللحظات بروح جديدة مع كل عام وستنظر إلى الأشياء من زاوية مختلفة مع كل عقد ستكون جميلاً في الثلاثين وجميلاً بشكل آخر مدهشاً بصورة مختلفة في العقود التالية وتذكر مع كل شمعة تطفئها أن العمر لن يتمكن منك أبداً ما دام عقلك يفكر بفضول طفل وقلبك يحب بعنفوان شاب وروحك تسمو بحكمة شيخ هذه الحلقة برعاية STC اللي توفر لك أسرع شبكة 5G في المملكة اشترك بوحدة من باقات بيتي 5G واحصل على راوتر مجاني واستمتع بأسرع شبكة تعرف على باقات بيتي 5G من خلال الرابط في وصف الحلقة واطلبها الآن من التطبيق ترجمة نانسي قنقر اشترك به ترجمة نانسي قنقر